تعالوا نحكي عن أغرب أسباب زيادة الأمراض المزمنة، مقامة الإنسولين، السكري النوعي الثاني في معظم الأعمار واليوم رح نحكي عن سبب كتير غريب وهو نقص الكتلة العضلية معظمنا لما نتكلم عن الصحة الأيضية وعن صحة الإنسان نفكر دائماً بالدهون وزيادة نسبة الدهون ونحاول دائماً نسع على زيادة حرق الدهون ولكن ما نفكر بزيادة الكتلة العضلية هذا النسيج اللي بيعتبر من أكثر الأنسجة النشيطة أيضياً شي يعني أنه هذا النسيج نشيط أيضياً؟ ببساطة معناته أنه هذا النسيج يساعد في امتصاص سكر الدم بعد الوجبات يساعد في تنظيم سكر الدم ودائماً لما بنحكي عن تنظيم سكر الدم بنربطه في منع الإصابة بمقامة الإنسولين السمنة والسكري النوعي الثاني لازم نفهم شغلة كتير أساسية بتخلينا نركز على مشكلة نقص الكتلة العضلية وهي أنه الإنسان بفقد 1-2% من كتلة العضلية كل سنة بعد سن الأربعين والمشكلة الأساسية واللغط اللي بيصير هي بالنصائح التي تقدم لكبار السن وهي النصائح أهمها هي أنه يقلل البروتين في طعامه وبشكل عام لما منيجي بنحكي عن بناء الكتلة العضلية دائماً منركز على وجود شقين لهاي العملية العملية الأولى أو الشق الأول من عملية بناء الكتلة العضلية هو ببساطة تمارين المقاومة شيء عن تمارين المقاومة ببساطة هي أني أضع حمل على العضلة يخلي هاي العضلة تنمو وتزيد في الحجن وبالتالي زيادة الكتلة العضلية والشغلة الثانية هي زيادة البروتين في الطعام لما بحكي كلمة بروتين دائماً بركز على أنه الأساس هي زيادة البروتين الحيواني في الطعام من مصادرها المعروفة سواء اللحوم الأسماك الدجاج وبالواقع أكثرها كفاءة في بناء الكتلة العضلية هو البيض وبالتالي هم بتصير التفكير في اللغة اللي بصير لما مننصح كبير السن بأنه ياكل أقل بيض أو ياكل أقل بروتين وبالتالي إحنا هيك عم منقدي لنقص أكبر في الكتلة العضلية وبالتالي النصيحة الأكبر للناس لما بتكبر في السن هي زيادة الكتلة العضلية عن طريق زيادة البروتين الحيواني في الغذاء النقطة الثانية والأهم هي اللغة اللي بصير حول الأنواع الرياضة الأهم ممارستها حتى نزيد من صحتنا لأيضية نزيد من عملية الحرك وخاصة عند النساء والمعظم بيشجع على رياضة الكارديو سواء بالزومبا كلاسز أو بالترادميلز أو بيعني معظم الرياضات اللي هي رياضة الكارديو أو الركض أو المشي اللي هي رياضات مهمة لصحة القلب وصحة الجسم ولكنها ليست الرياضات الأمثل لبناء الكتلة العضلية وإطالة الأمر وبالتالي النصيحة الأساسية دايما هي أنه تجعل تمارين المقاومة التمرين الأساسي في يومك وبعدين بتضيف بعد ذلك بعض تمارين الكارديو مشان صحة القلب والجسم وآخر إشي بنا نحكي اليوم هو ببساطة دايما نتذكر أن البروتين الحيواني دائما هو الأكثر كفاءة في بناء الكتلة العضلية من أي نوع من أنواع البروتين النباتي والشغلة الأخيرة كمان بنا نحكي عنها هي من نسبة لكبار السن نقطة في غاية الأهمية وهي هشاشة العظام قديش بيركزوا على أنه نعطي الكالسيوم في عملية هشاشة العظام ولكن المفتاح الأساسي وراء حل مشكلة هشاشة العظام هي رقم واحد تمارين المقاومة والقدرة على أنه زي ما حكينا نحط هذا الحمل على العضلة حتى تنمو والشغلة الثانية هي زيادة البروتين في الغذاء بتمنى نكون اليوم ألقينا الضوء على فكرة جديدة للحماية من الأمراض المزمنة فكرة تعتبر مفتاح وراء زيادة عملية الحرق وخسارة الوزن